مرحبا بكم في لقاء جديد مع السيم محمد شروق سنتحدث في هذا اللقاء عن حكاية الضلمي والبطاقة الحمراء والصحيح ان السيم محمد شروق صحيح ان الضلمي حصل على بطاقة حمراء فعلا مرهم الضلمي لان نحن عارفين بان الضلمي يعني ما عندو تشي بطاقة لان اي واحد في مغاربة كتشوله تقولي الضلمي وش هدو بطاقة حمراء تقول لك علاش لان اخذ الجائزة دين اليونيسكو دين الروح الرياضية انظور الضلمي خدا بطاقة حمراء وحدة 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 اللي خدا في حياته الكوروية وكان واحد مبارضة دي سينيغال في الملعب دي الابج يقول ان الملعب دي الدولور كان مسدود لإصلاح وهذا استعدادا الاحتضان على عبدي البحر القبيل متوسط 83 وكان العربي احردان للويداد اللي كان هو اللي يلعب اريار قوش فكان هذا الموصف في هذا الملعبش وللعب ظلمي في اريار قوش انه ظلمي كان كي يلعب غالب بطاقة في المحطيتي تيلعب وللأسف هذا الملعب دي السينيغال ما كنت تذكرش واحد اللعب الاسم ليه له ولكنه كان للي قوش اللي يدروه سريع ومشى هرب الظلمي في المرة اللولة ومشاني الظلمي كان معروف ودوك لي الطاكل ودوك لي قص ومشاني في اللول واخد صفرة فعاود مع المباراة وعنده الضغط وكان المغرب نتعصر في هذا الماتش عاود ثاني هرب الظلمي وظلمي ويقشي ويزوب شمال هذا صفرة ثانية كان عنده الظلمي كان عنده شعر كتير وكيحق واخد ذلك الحمراوط يحق في راسه بحلمه كوخ واخد ذلك واخد ذلك البيطاقة الحمراوط اللي يخد ظلمي عا الله يرحمه الظلمي ماذا كنت لعب في مجموعة من المراكيز كيف هي المراكيز الليلة؟ الظلمي ربدا في إليقوش نار أول مباراة رسمية دياله مع المنتخب مغريبي في 74 فاس ضد السينيغال اللي ربحوا بربعة الزارو لعب ميليوتيرا لعب ميليوتيرا بير رقم جوج اللور في الراجة كانت يلعب ستوبر يلعب في أرياركوش يعني قاعد وكان هذا يحبس ذلك الماس اللي هدرنا كتنا في التكلم عنه ضد الويداد ذلك الماس اللي مكملش كان هولي كان يحبس البيلانتي ضد الويداد يعني بوليفالو اللي يقدر يلعب لك وان اللعب أقلالي يكونوا في هذا الشكل اللي تقدر تحطوه في أي بوست شكرا تسيم محمد شروق شكرا متتبعي قناة أنفاس وإلى طريفة أخرى من طرائف كرة القادمة المغربية شكرا 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 شكرا